اقرب نشطاء في الجالية اليمنية في أمريكا عن أسفهم لعدم سماح سلطات اليمنية لليمنيين في المهجر بالمشاركة في انتخابات الرئاسة وقال هؤلاء إنهم كانوا يتطلعون إلى المشاركة في هذه الانتخابات بالنظر لحجم مساهمتهم الكبيرة في دعم حركة التغيير في اليمن في المقابل شدد نشطاء على أنهم يدعمون حركة تغيير في بلادهم مشيرين إلى أن انتخابات الرئاسة تشكل قطوة أولى في طريق التغيير الشامل في بلادهم يعتقد محسن أبو اللحوم القنصل المستقيل من سفارة اليمن بواشنطن احتجاجا على مقتل متظاهرين في ساحات التغيير في صنعاء يعتقد أن تغييب أصوات اليمنيين في المهجر في انتخابات الرئاسة مسألة غير عادلة بالنظر إلى دور هؤلاء في دعم التغيير في بلادهم المسألة تتعلق بعدم وجود إمكانات لازمة وتقنية وفي الأساس لم يسبق للمغتربين أن يشاركوا بأي انتخابات سابقة اعتمادا على تجربة أبو اللحوم كنصل سابق فإن الحكومة اليمنية غيبت عبر كامل تاريخها أصوات المهاجرين في أمريكا وحتى لو كانت حركة التغيير في اليمن قد حملت بارقة أمل لهؤلاء فإن ذلك لم يحدث لسوء الحض رغم دورهم اللافت في دعم حركة التغيير عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة السابقة بإيجاد المناخ المناسب للمغتربين أن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات يقول لمسؤول يمني هنا في مقر السفارة في واشنطن أن قرار منع المهاجرين من التصويت في هذه الانتخابات لا يرتبط على أي خلفية سياسية بل إن الأمر يتصل في الجملة بمتاعب تقنية وإدارية لا تسمح الآن بالسيطرة على قوائم المهاجرين اليمنيين إلى أمريكا وبالتالي لا توجد هنا صبغة سياسية لهذا الموقف وعندما طلبت أن يكون هذا الكلام مسجلا أمام الكاميرا قال إنه أيضا ولأسباب إدارية لا يستطيع فعل ذلك في هذا المقهى وفي نهاية كل مساء يلتقي أبناء الجالية اليمنية في واشنطن للحديث عن تطورات الوضع في الوطن الأم وتحديات مرحلة ما بعد الانتخابات نقدر الوضع الذي تمر فيها البلد وكما سمعنا من عدد كثير من المحللين ومن المسؤولين في اليمن بأنها ستكون في المستقبل لأن البلد تمر في الظرف والفترة كانت قصيرة جدا لإجراء الانتخابات نحن في مرحلة وهذه المرحلة ما نحن مستعدين لندخل الانتخابات كمغتربين والآن هذه المرحلة هي مرحلة كخطوة أساسية للمستقبل نحن نشارك في المستقبل إن شاء الله يعني الآن هي مرحلة التفاق لا يتردد اليمنيون الأمريكيون في القول بأن انتخابات الرئاسة في بلادهم هي أقل من طموحات اليمنيين في الداخل والخارج لكنها خطوة ضرورية لنقل الشرعية من رئيس انتهت ولايته إلى مرشح الوفاق حتى يستطيع إدارة المرحلة اعتمادا على تزكية شعبية وبعيدا عن سلطة الرئيس السابق رابح فلالي الحرة واشنطن ومن واشنطن نذهب إلى صنعاء حيث ينضم